إذن مشاهدين في السنوات الأخيرة اعتقدت استخبارات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنها تسيطر على المعلومات الواردة لهم حول تطور جهود حركة حماس الاستخبارتي وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم لكن في الحقيقة ما تم اكتشافه في غزة بعد دخول الجيش الإسرائيلي وعثوره على خوادم وأجهزة حاسوب استخدمتها حماس أبقى عناصر الاستخبارات الإسرائيلية حول أو في حالة ذهول مطلق وذلك وفقا لوصف الصحيفة الصحيفة هنا قالت إن مجهود حماس الاستخبارتي في العامين الأخيرين بدى واضحا في خطة هجوم السابع من أكتوبر فقد تمكنت حماس من اختراق شبكة كاميرات في إسرائيل والسيطرة عليها ما ساعدها في الهجوم والتحضير له إضافة لاختراق عنوين بروتوكولات الإنترنت المعروفة بالآي بي الصحيفة ذكرت أن إسرائيل اكتشفت أيضا ولكن متأخرة قدرات حماس في الحرب السيبرانية والحصول على معلومات من الإسرائيليين وخاصة الجنود وزرع تطبيقات تجسس ووفقا للصحيفة فقد تبين أن حماس نفذت عمليات قرصنة إلكترونية لم ترصدها إسرائيل أثناء حدوثها وحصلت بواسطتها على معلومات استخدمتها بشكل جيد في هجوم أكتوبر كما كشفت الصحيفة أيضا أن المقاطع المصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي من مجمع الخوادم الذي اكتشفته في أنفاق حماس تدل على أن جزءا من المعدات فيه وصلت بالفعل من إسرائيل